الأثار العراقية التي تمثل حضارات تمتد لألاف السنين عبر التاريخ لا تزال تشهد عملية سرقة وتهريب إلى الخارج دون أي جهود تذكر للحد من هذه العمليات ومعاقبة من يتاجرون بأثار وحضارة واد الرافدين بين فترة وأخرى تعلن القوات الأمنية عن إحباط صفقات تهريب للقطع الأثرية دون الكشف عن المنفذين ومن يقف وراءهم ويحميهم كما حصل في عام 2018 حين أعلنت قيادة العمليات في الجيش الحالي عن إحباط محاولة لتهريب أثار وصفتها بالثمينة كانت مهيئة للتهريب من العراق وفي محافظة بابل عثرت الشرطة على قطع أثرية كانت مخبأة في مزرعة لا تبعد سوى 500 متر عن نقطة تفتيش تابعة للقوات الأمنية وهكذا تستمر السرقات بأشكال متعددة التهاون الحكومي في التعامل مع المهربين بل والاشتراك في تلك العمليات وعدم تطبيق القوانين وإحمال الآثار من قبل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 كان سبباً جوهرياً وراء سرقة وتهريب الآثار بحسب خبراء في منظمة يونسكو لجنة الآثار في البرلمان كانت قد شكلت عشرات اللجان لتحقيق بملف الآثار لكنها لم تصل إلى أي نتيجة وهذا هو ديدن اللجان التحقيقية التي تشكل من أجل تسويف الملفات وليس لحسمها صحيفة دايل تيليغراف البريطانية ذكرت أن شركة هوبيلوب الأمريكية لبيع التحف الفنية تسلمت آلاف القطع الأثرية المهربة من العراق ببيانات مزيفة ما دفع بالنيابة العامة في أمريكا إلى اتهام الشركة بانتهاك القوانين الفيدرالية في شحنها لتلك القطع الأثرية ببيانات مزيفة بوصفها بلاط السيراميك وبدلاً من استرداد الآثار العراقية المهربة فإن وزارة الثقافة تسعى إلى منح الإذن لشركة هوبيلوب الأمريكية المدانة من قبل واشنطن بتهريب الآثار في تصرف بآلاف القطع المسروقة التي دخلت وستدخل في حوزتها من خلال عقد ينوي وزير الثقافة الحالي حسن ناظم إبرامه مع الشركة التي تمتلك نحو 12 ألف قطعة أثرية عراقية مهربة وعرضت على وزارة الثقافة عقداً يسمح لها بالتصرف في هذه الأثار من خلال عرضها بالمتاحف أو نسخها أو بيع صور منها مع أن قانون الأثار العراقية المرقم 55 لسنة 2002 حرم تعامل مع سراق الأثار ولصوصها شركته بلوبي التي تأسست في عام 1972 وتتخذ من ولاية أوكلهم الأمريكية مقراً لها مستمرة بشراء الآثار المسروقة وتمتلك مدحفاً باسم الكتاب المقدس في واشنطن تعرض فيه جميع الآثار التي تشتريها من السراق لتفاوض بعد ذلك على إعادتها مقابل شروط مجحفة ومبالغ كبيرة بتواطئ من المسؤولين في العراق ترجمة نانسي قنقر